اشتركوا في القناة لازلنا مع حلقات برنامجكم ليتفقهوا في الدين ولازلنا في بيان بعض الاحكام الفقهية المتعلقة بهذه العبادات حتى يكون الانسان منها على بصيرة وحتى يعبد الانسان ربه على علم فيتجنب ما يخدش في صلاته وما ينقص منها وبإذن الله عز وجل سنتكلم عن بعض الاحكام المتعلقة بالامامة في الصلاة لأنها من اهم ما يجب ان يتعلمه الانسان ومن اهم ما يجب ان يقضي الانسان عمره في سبيل تعلمه وهو المتعلق باركان الاسلام اخواني واخواتي الامامة لها احكام كثيرة جدا وخاصة ما يتعلق في مصافة الامام والوقوف ايضا مع الامام ولها احكام تتعلق بالرجال والاطفال والنساء بالمسبوق بالذي يصلي في اول الصلاة اذا ضاق المكان اين يصلي الانسان كل هذه سأتكلم علو الامام على المأموم كل هذه سأتكلم عنها باذن الله عز وجل اولا يجب ان نعلم ان وقوف الامام الصحيح هو امام الناس لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به وفائدة وقوف الامام امام المصلين حتى يقتدون به لانه لو وقف معهم او وقف على يمين الصف او شماله لن يحصل هذا المعنى ولا هذا المقصود والاقتداء الذي هو المطلوب في هذه الصلاة اذا هذا مكان وقوف الامام اين يقف المأموم نقول المأموم اذا كان واحد فانه يقف عن يمين الامام ولا يقف وراء الامام ولا عن يسار الامام لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف فلا يجوز الانسان يصلي وحده خلف الامام منفردا ولذلك الحديث واضح بل ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل يصلي منفرد خلف الصف قال اذهب واعيد صلاتك وامره بان يعيد الصلاة عليه الصلاة والسلام مما يدل على بطلان صلاة المنفرد خلف الصف وايضا لا يصح ان يقف المأموم عن يسار الامام اذا كان يمينه خاليا معنى هذا الكلام ان واذا كان يمين الامام يوجد احد يجوز ان يقف المأموم الثاني عن يسار لكن لا يجوز ان يقف عن يسار الامام مع خلو اليمين والدليل ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه بات عند خالته ميمونة ولما قام من الليل وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وحده يقوم الليل فقام ووقف عن شمال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس فادارني عليه الصلاة والسلام ثم جعلني عن يمينه وهذا فيه دليل على ان الواحد لا يقف عن يسار الامام مع خلو اليمين احيانا يضيق المكان فيحتاج ربما الصف عن يمين الامام ممتلئ والصفوف المتأخرة ممتلئة في هذه الحالة يأتي بعض الناس فيقف عن شمال الامام هذا لا مانع منه لان اليمين يوجد من يصلي فيه لكن ان تأتي مباشرة تصلي وحدك واليمين خالي هذا هو الممنوع وهذا هو المنهي عنه اذا كان هناك اكثر من واحد فانهم يقفون وراء الامام والصف يبدأ من وراء الامام اذا كان الامام في المنتصف فان الصف يبدأ من هنا عن يمينه وشماله لاني رأيت بعض الناس يكون الامام في الوسط وتجد يبدأون الصف الثاني مثلا او الصف الثالث من جهة اليمين او احيانا من جهة الشمال وهذا خطأ بل وقوف المأموم يجب ان يكون الركيزة والوسط هو الذي ينطلق منه المأمومين لتسوية صفوفهم فلا يقفون عن يمين الصف ولا عن الشمال يقفون من هنا ثم يتمدد الصف الى ان يكتمل ثم يأتي الصف الثاني فيكتمل وهكذا الصفوف شيئا فشيئا كما جاء في الحديث عن النبي السلام ألا أدلكم على أو كيف تقف تصف الملائكة عند ربها قالوا بلى يا رسول الله قالوا يتمون الصف الأول فالأول فالملائكة تقف بنفس الصفة التي يقف فيها المأمومين وهذا من حسن الموافقة أن يوافق صلاة الملائكة صلاة بني آدم وللحديث بقية بعد هذا الفاصل مرحبا بكم إخواني و أخواتي و لازم نتحدث و إياكم حول أحكام الائتمام وراء الإمام و هذه من الأمور المهمة التي ينبغي أن يحرص الإنسان على تعلمها هناك من المسائل و هي مسألة علو الإمام أو علو المأموم أحيانا يكون الإمام في الدور الأسفل و المأموم يكون في الدور الأعلى أحيانا تكون مساجد أدوار و قد رأينا بعض المساجد أحيانا أكثر من أربع و خمسة أدوار خاصة إذا كانت المساحة ضيقة الأصل أن الإمام يصلي على الأرض و المأموم نفس الشيء لكن يجوز أن يرتفع المأموم على إمامه إذا وجدت المصلحة مثل عدم اكتمال الصف الأول أو الدور الأول ثم ينتقلون للأدوار التي فوقها الأمر الثاني إذا وقف الإمام هو المرتفع و المأمومين تحته و هذا الفعل مكروه يقول العلماء إلا إذا أراد الإمام أن يعلم الناس و الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر قام مرة على المنبر خطيبا ثم ذكر لهم صفة الصلاة عمليا و ليس قوليا فبدأ و كبر ثم ركع ثم رفع ثم لما أرد أن يسجد رجع عن أصل المنبر ثم سجد ثم لما انتهى قال إنما صنعت ذلك لتعلم صلاتي و هذا تطبيق عملي أيضا من المسائل تقدم المأموم على الإمام لا يجوز المأموم أن يتقدم على الإمام أحيانا يكون المأمومين الإمام في الجزء الأسفل و المأمومين متقدمين و هذا غلط بل لا يصح أن يتقدم المأموم يقول العلماء لأن هذا ينافي قول النبي سلم إنما جعل الإمام ليؤتم به إلا إذا حصل هناك ضيق في المسافة و ضرورة مثل بعض المساجد الأسواق يكتض المسجد و يمتلع فيصل للناس في الخارج و أحيانا يتقدمون على الإمام و هذه ضرورة تبيح لهم التقدم على الإمام في مثل هذه الصورة لكن في الوضع الطبيعي لا يجوز لك أن تتقدم على الإمام للحديث السابق أيضا من المسائل المهمة المتعلقة بالإمامة و الإتمام و هو أمر أيضا يلحظ كثيرا مسألة صلاة الأخوات في المصليات النساء بعض النساء تصلي و تقتدي بالإمام من أين تبدأ؟ نقول ذكرت في أول الحلقة أن المرتكز هو الإمام في الوسط لو كانت الأخوات مصلاهم من هذه الجهة فإنهم يصلون بداية الصف من هذه الجهة ثم يكملون الصف لأن هذا المرتكز إذا كان المصلى في هذه الجهة فإن الوسط هو المرتكز فيصلون من هنا يبدأ الصف ثم إلى أن يكتمل إذا كان المصلى في آخر المسجد فوضعهم مثل وضع الرجال يبدأون من المنتصف ثم يتمدد الصف يمينا و شمالا حكمهم حكم الرجال كلهم على حد سواء هذه من الأمور المهمة المتعلقة بالإمامة أيضا من المسائل المهمة المتعلقة بالإمامة وهو أهمية وجود من يقف وراء الإمام ممن يحسن كيف يتصرف إذا سهل إمام إذا انتقذ الطهارة الإمام فاضطر أن يخرجون المسجد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ليليني منكم أولي الأحلام والنهى أولي العلم الذين يحسنون التصرف يعرفون كيف يفعلون لا يرتبكون ولا يفسدون صلاة غيرهم هذا من الأمور التي ينبغى أن تكون يحرص الإنسان عليها منذ أن يبكر بأن يقف وراء الإمام إذا كان رزقه الله العلم والحفظ والقدرة على معرفة الحكم الشرعي لأن مثل هذا يعين على سلامة صلاة الآخرين وهذا من الأمور المهمة إذا انتقذت صلاة الإمام في أثناء الصفة إنه لا يجزا يكمل صلاة حياء وخجلا كما يفعل بعض الناس إنما يخرج ويقدم من ورائه من يصلي بالناس كما جاء حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أو قدم أو بكر النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل عليه ولذلك لو قال ماذا يفعل الإمام في الحالة نقول إذا كان الإمام الأول الذي خرج قد قرأ الفاتحة فإن الإمام الثاني لا يقرأ وإذا كان لا يقرأ الفاتحة فإن الإمام الثاني يقرأ وإن كان قرأ بعض الفاتحة فيبدأ الإمام الثاني من البداية بهذه الطريقة يكمل الصلاة كاملة ويتمها ولا يحصل إن شاء الله تعالى شيء من الخلل وبهذا تصلح صلاة وصلاة أيضا من ورائه من الناس أسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم العلم النافع والعمل الصالح وألقاكم بإذن الله من حلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر